موسيقى وباحث وبدي يعرف فيه يرجع للنص الأصلي اللي لا تأويل أو تغيير في كلمة الله فشو الترجمات المشهورة اللي ممكن إحنا نتكلم عنها في نقطة الترجمة اللي حضرتك ذكرتها أن الترجمات لا تغير المحور الأساسي والمعنى الأساسي نتكلم في هذا الأمر برضو في وحي الكتاب المقدس لكن بالنسبة للترجمات خليني أذكر بعض الترجمات المشهورة جدا عالميا في العهد القديم وفي العهد الجديد وإذا أمكن يعني أقرب للحدث نفسه كمان تمام الترجمة الأرامية دي هي موجودة سنة 500 قبل الميلاد والترجمة السبعينية اللي تكلمنا عنها دي موجودة تقريبا من 250 ل 285 قبل الميلاد والترجمة السوريانية الترجمة في العهد للعهد القديم في القرون الأولى للمسيحية العهد الجديد القرون الأولى للمسيحية الترجمة السوريانية ترجمة للكتاب المقدس كله كان العهد الجديد والعهد القديم بالنسبة للترجمات العهد الجديد العهد الجديد يعني كتير قوي فأبتدي مثلا بترجمات الترجمة اللاتينية دي ترجمة اللغة اللاتينية في قرن التاني الميلادي وفي ترجمة مشهورة جدا اسمها الفلجاتة الشعبية دي ترجمة في القرن الرابع الميلادي عزيزي المشاهد الكلام اللي بنحكي عليه ده كلام مهم جدا عشان ياخد بس ذهنك لكلمة الله الحية الحقيقي الذي يريد أن يتحدث إليك إحنا مش بنعرض موضوع بحث لكن إحنا بنعرض حقيقة يريد الله أن يعلنها إليك بها الترجمات الموجودة للعهد الجديد الترجمات السريانية الترجمة البسيطة والترجمة القديمة في سنة 200 ميلاديا والترجمة البسيطة كانت في القرن التاني الميلادي الترجمات القبطية عندي مثلا أربع ترجمات مشهورين الترجمة السعادية بدأها نيبينوس في سنة 185 ميلاديا والأخممية في القرن الرابع الميلادي البحيرية في القرن الرابع الميلادي الفيومية في القرن الخامس الميلادي وكتير جدا من الترجمات أنا بتكلم عن الأمور المشهورة بس على فكرة الله عندما يترجم كلماته يريد أن يصل إليك يا عزيزي المشاهد بغض النظر عن اللغة اللي أنت بتتكلمها أو الكالتشر اللي أنت طالع منها أو البلد اللي أنت عايش فيها أو اللهجة اللي أنت بتتكلمها الله يريد أن يصل إلى كل البشر ترجمة نانسي قنقر